بمناسبة المباريات الكتيرة هو هيحصل زي السنة اللي فاتت بالزبط يعني السنة دي جي كاس العالم النادي الاهلي لم يطلب النادي الاهلي كذا جي لكاس العالم ان انت هتلعب من يوم 1 فبراير ليوم 11 فبراير تمام فقول هتسافر مثلا من يوم 25 مثلا 25 يناير تمام بغاية لما تلعب بغاية لما تلعب بالزبط صحيح؟ صحيح هيديع منك تقريبا أربع مطشات أو ما بين أربع من ثلاثة لخمس مطشات تمام صحيح؟ طبعا طبعا الأستاذ عامر حسين أول انباري حتكلم وقال أنا مش عارف أعمل إيه والدوري كده حيخلص طب ما هيخلصش اتماعيته بزبط يعني أنا كنادي أهلي حضرتك ما تجيش تقولي أنا هلعبك كل يومين بزبط زي ما كنت بتعمل السنة اللي فاتت صحيح وأثر ذلك بشكل سلبي على كل اللاعبين مليون في المية مليون في المية فيمكن أن يتم تضارك هذا الأمر من بدري صحيح لأنه أنا متأكد اللي حيحصل إيه أنه حيجي يقولك يا جماعة أم أنا ما عنديش وقت وأنا عايز أخلص بدل ما تخلصه واحد خمسة خلصه واحد ستة صحيح أنا زن بيه أنا كنادي أهلي أنه أن أنا جالي يعني أنا أنا بمس البلد أنا بمس البلد زن بنا إيه ودي حاجة مش في الحزبان يعني نتيجة لاستضافة المغرب نادي الأهلي دخل في البطولة صحيح فدي حاجة قهرية بس في نفس الوقت برضو ما تأثرش عليها في بطولة الأساسية اللي في بلدي إن أنا أرجع زي الأول لأن أربع خمس متشاط إما هتضغطه مع بقية المبارات اللي هي الجدول العادي هتلاقيني بلعب نفس القصة وهتلاقي المنافسين بتوعي لا بالعموم رايحين مصبوط يبقى ده ما فيش فير في الموضوع ده صحيح فلازم يعني هو طبعا مش قرآن وأعتقد أن الناس اللي كانت بتقول ولازم الجدول يبقى منتظم وبتاع يعني في حاجات موجودة لازم تغير الحصة ومش قرآن يعني لازم أطول المدة شوية عشان برضو تكافؤ الفرص هنا يبقى واحد بيني وبين المعيبة قدر النادي الأهلي إنه هو دايما في المحافل الدولية إنه هو في كاس العالم للأندية وجي غز من عن نس الناس كلها في ناس طبعا زعلانة من الموضوع ده بس وعايز أقول حاجة تانية لو أي نادي غير النادي الأهلي راح برضو كانت هتعمل معا كده بالزبط كده يعني أي حد تاني نسأل مجربيه نسأل مجربيه طبعا والسنة اللي فاتت حضرتك والسنة اللي قبل أنت لعب اتنين كاس عالم وبالتالي لما تلعب كاس عالم بتبقى عارف صحيح إن فيه وقت معين ماشي أنا ما عنديش مشكلة على فكرة ولكن أنا بمثل بلدي صحيح فما ينفعش حضرك تقولي إن عشان بتمثل بلدك أنا أحدي لك كل يومين ماتش معنا أعقبك جربنا لأ جربنا السنة اللي فاتت وشفنا العقاب إن أنت خسرت الدوري صحيح وبعدين أنا رايح كمان هناك مشتعدية واجب النادي الأهلي بياخد مركز صحيح وبيتطلع كل مرة إنه يعمل مركز أحسن مزبوط فبالتالي الضغوط عليه هناك وغيرات قوية جدا جدا وفيها تعب وفيها بدني وفيها أعصاب وفيها حاجات كتيرة فأنت لازم تراعي الكلام ده كله لما ترجع هنا أنا أعتقد أعتقد يعني إن الحاج عامر حيبقى عنده من الفطنة إنه هو ما يكررش الكلام اللي حصل السنة اللي فاتت والتعب والكلام الكتير اللي هو من أسباب خسارة النادي الأهلي البطولة المحفبة هو بس مش عشان أسباب خسارة النادي الأهلي ولكن هو عشان يجب أن يكون هناك عدالة حتى في مواعيد المباريات وهنا طالما طالما في عدالة يبقى خلاص أنا مش هتكلم بقى خسرته ولا مخسرت بالضبط كده إنما لما تقول لي ضغط المباريات وأنا أبقى مجهد وتعبان لو أحسن لعيبة في العالم هايقول لك أنت بتتكلف الموضوع ده من دلوقتي أيوا يا فندي أنا بتتكلف الموضوع دلوقتي وبقلقي نظر على هذا الأمر علشان إحنا الفترة اللي جاية عندنا ماتشاط كل 3-4 يام مباراة حتى كاس العالم وبعد كاس العالم هتخش في كاس العالم وتشوف في الدنيا وبعدين إنت كلامك صحة وإحنا ليه دايما بنتكلم في آخر لحظة ما إحنا بنقول من بدري ودايما النادي الأهلي دايما بيسبق وباصص لقدام في حاجة زي كده مش وليد الصدفة صحيح وده سر نجاح النادي الأهلي إنه هو بيفكر في كل صغيرة وكبيرة قدام فإحنا من دلوقتي عشان يقول شاء الله بتراجع بقى عشان إيه بعد مثلا جيت لقات درلات غلط ماتش وتقول السنة مجهد لا إحنا بنقول من دلوقتي وعندنا تجربة حية السنة اللي فات سنتين اللي فات سنتين اللي فات في ضغط المباراة فإحنا بننوه من دلوقتي وإنت كويس أنت بسير الموضوع ده من دلوقتي على أساس إن ده يتحطف في الاعتبار مع الجدول حقيقي لأن القصة اللي حصلة دي ما كانتش في الحزبان دي طلعت بالزبط لأنه الراجل بيعمليه من دلوقتي زي ما حضرتك قلت يعني مثلا مريح أكرم توفيه النهاردة لعبه آخر خمس دقائق عشر دقائق وملعب محمد هاني من بداية المباراة مقعد فلان وملعب محمد فتحي وملعب يانج بعدين طلع بيدور الفرق كل نهاردة مطلع شادي برا القيمة ومدخل حسام حسن ومحمد شريف لعب برونو سافيو ومقعد فبالتالي فيه عنصر تاني كمان يا إسلام وانت برضو التدوير كل حاجة كويس كل حاجة بس اللي قدر الله ما انت فيه برضو حدة الإصابات لو جات لك إصابات لو جات لك هتعمل فيها إيه إيقافات لو هتعمل فيها إيه فهو الطبيعي إننا نلعب في وقته الوقت الطبيعي إننا ناخد راحة زي ما بنلعب دلوقتي تلت تيام مثلا ولعب إنما أواربع تيام ولعب إنما مجيشها يومين ولا ألعب ماتش يومين ولا ألعب ماتش وإحنا دلوقتي في بداية الدوري صحيح بعد كده طبعا الإجهاد بيبتدأ يظهر من نص بقى الدور الثاني أو من أول دور الثاني فأنت فاهمت إزاي فالحاجات دي كلها بتحط في الاعتبار يعني طيب